حرب ضروس في شارع زيغود يوسف هدفها رئاسة البرلمان رئاسة استهوت النواب من كل حدب وصوب بما فيهم أمين عام الحزب العتيد محمد جميعي الذي انفتحت شهيته للمناصب بشكل كبير فبعد حصوله على الأمانة العامة للأفلان تشير معلومات إلى طموحه في الترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني لخلافة زميله المقال في ثوب المستقل معاذ بشارب طموحاً بقي معلقاً بعد تراجع نواب الأفلان عن اصدار بيان تزكية محمد جميعي للرئاسة تراجعاً فسره مراقبون ببروز معطيات جديدة لها علاقة بامتدادات الحزب يعني نرفض أن تأتي جيم أو حا أو خا تعوض يعني من وصل إلى هذا المنصب بطريقة غير دستورية وغير قانونية وعلى هذا الأساس نحن لا نتكلم عن الأشخاص ولكن نحن نضع المواصفات اللازمة التي لابد أن تتوفر في الشخص الذي يتقدم لهذا المنصب الأرانديه الذي يوجد بدون أمين عام أو بالأحرى أمينه العام في الحبس المؤقتة كتلته البرلمانية سارعت إلى استغلال تعطر حسابات الأفلان للكشف عن رغبتها في افتكاك رئاسة البرلمان لكن خلافاتها أيضاً وتعدد طموحات نوابها بعد تحررهم من قبضة أحمد أويحيا جعلها تلجأ إلى الصندوق لاختيار منافس الحزب لرئاسة ظلت حكراً على الحزب العتيد تقدمنا للترشح واليوم الحمد لله يا ربي إخوة النواب شافوا باللي باللي أخوهم الأخضر سيدي عثمان من الجنوب يمثلهم نقولون بارك الله فيكم كانت في أجواء أخوية أسرة عائلة واحدة هي إذن أجواء سادت مبنى زيغود يوسف مبنى لم يعرف الاستقرار في رئاسته منذ أشهر اندخلت فمن غلق أبوابه بالكادنة والإطاحة برئيسه بحجة إلى الإنقلاب على خليفته بوشاربة حرب متواصلة من أجل الكراسي في زمن يطالب الحراك بتغيير جذري قوامه شرعية الشعب وشفافية الصندوق